السلام عليكم ورحمة الله اعزائي طلبة الصف الثاني الاعدادي النهاردة ان شاء الله هناخد زمن المضارع المستمر grammar unit 2 ياريت ما تنساش الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة يصلك كل جديد احنبدأ الاول في زمن المضارع المستمر ايه زمن المضارع المستمر مضارع يعني حاجة بتحصل في الوقت الحالي يعني ما انتهتش ولا لسه هتحصل لا هي بتحصل طيب يعني مستمر معنى كده ان هو بيحصل في الوقت الحالي ومع ذلك لسه مستمر يعني ما انتهاش يعني شغال غير منتهي يعني انا بكتب الان هل انا انتهيت من الكتابة لا انا بس انا ما زلت بكتب مثلا واجبي او ما زلت بشاهد التلفزيون او بساعد مثلا او او بعمل اي حاجة في البيت فبتاخد مني فترة من الوقت ده مضارع مستمر يبقى اهما حاجة قبل ما اعرف الزمن بيتكتب ازاي او ايه الكلمات الدلة عليه او تكوينه ايه اعرف استخدامه ايه في حياتنا العادية هل هو مثلا حاجة انتهت لا حاجة بتحصل في الوقت الحالي الان مازالت مستمرة لم تنتهي يبقى ده اسمه ايه مضارع مستمر اوكي يلا بينا ناخد مع بعض ايه تكوين المضارع المستمر الحاجة اللي بتحصل دلوقت ازاي اقول ان انا بشاهد التلفزيون الان ازاي اقول ان انا بلعب كرة الان ازاي اتكلم ان انا بكتب وكب الان ازاي اقول ان انا باقود السيارة الان مسلا ما ما اتصلت بيك. انت بتعمل ايه? ده انا بكتب واجب الان. بدا بيعبر عن حدث عن حدث ما زال مستمر. طيب ايه تكوينه? وسهل جدا جدا. عندي حاجة اسمها اي. اي بيجي معها ام. من فرب تو بي. احنا عندنا فرب تو بي ام واز وار. ام بتيجي اي تاخد ام. هي يعني هو هي ات هو او هي الغرعوكل او فعل مفرد. مسلا او اي اسم بين ادم احمد مونة سلمة هدى. هي او او ات بتاقد از. طيب وي يو زي. وي نحن وي وانت او انتم زي هم. او اي فعل جامل ستودنس كتز موي برازرز اخواتي سوسترز. دول يجي معهم ايه ار. طيب حسكت على كده? لا. طلبة كتير بتغلط في الجزئية دي. انه هما يقولوا مسلا اي ام كزا هي اس كزا دي ار كزا. ويسكت على كده. لا. في حاجة مهمة جدا بعد كده بجيب الفعل احط له ايه? هضيف له اي ان جي. اي ان جي. اوكي? يعني ما ينفعش اقول اي ووكينج غلط. اوكي? ولا هي اه ولا شي درايفنج من غير الاز. لا. ولا زي ايتنج هما بيأكلوا. طلبة كتير بتنسى ام واز وار. طبعا بنستخدم ام واز وار على حسب ايه? حسب الفعل اللي عندي. يبقى اي ام مثلا ايتنج. شي اس توكينج. وي وي ار بلايينج. يبقى لازم اضيف للفعل ايه? اي ان جي. ناخد امثلة. منال اندو مونة. منال ومونة طبعا اللي هي ايه هم جمعي يعني. فاناخد ايه معاهم. زي بتاخد ايه? ار. يبقى منال اندو مونة ار ستاديينج. كاليجرافي. منال ومونة بيدرسو فن الخط. اوكي? يبقى هنا ستاديينج. كتبت ار مع زي. وبعدين ضفت ال اي ان جي. اوكي? بعد كده سامي سامي مفرد يعني هي. فهي بتاخد ايه? از. يبقى سامي از. طيب ليرن يعني يتعلم. ليرن يتعلم. سامي بيتعلم لغة الاشارة في المدرسة. هو لسه ما زال بيتعلم لغة الاشارة في المدرسة. معانا كده انه حدث مستمر. لم ينتهي. يبقى اضيف لكلمة ليرن ايه? اي ان جي. سامي is learning sign language at school. انا باجلس في حصة الانجليز الان. اي بتاخد ايه? بعد كده كلمة sit. يعني ياجلس. طبعا انا بضيف ال اي ان جي فضيفت حرف ال ايه? التي لانها جاية بين حرفين متحركين. ال اي وال اي. يبقى sitting. انا باجلس وضيفت ال اي نجي طبعا. باجلس بحصة الانجليز ال اي. طيب لو انا عايزة نفي. احنا عندنا هنا استخدمنا اي verb to be. ام و ام و از و ار. احنا عارفين كلنا ان verb to be بيتنفق كلمة not. يعني اقول am not is not or not. ام not isn't aren't. اوكي? وبعد كده طبعا ما باجبش الفعل في المصطف. الفعل بيجي في ايه? ing. يعني الاي ان جي دي ما باشلها ايش في اي حاجة. لا في تاكوين سؤال ولا في نافي ولا اي حاجة. اوكي? يبقى انا عندي المسال. هي لا تتعلم الانجليزية في الوقت الحالي. at the moment من علاوات المدرع المستمر. اللي هي now. at the moment. at present. في الوقت الحاضر. just now. or just. اوكي? شي مفرد فهعم في بكلمة فهتيجي معها is. طيب انا عايز ان فيها والهي لا تتعلم الانجليزية الاني بقى she is not. وحضيف ing في كلمة learn تبقى learning. she is not learning. طبلا هي بتتعلم she is learning english. مش بتتعلم حضيف not. they are not playing tennis now. they بتاخد or. وعندك كلمة play with the fly ing. بس انا عايز ان في الجملة هم لا يلعبوا التنس الان. يبقى زي aren't playing tennis now. طب اعز اعمل سؤال بهال yes or no question. او المسالة هل انت تلعب كرة القدم الان. تسؤال بهال. يبقى اللي اجاب عليه اعتبقى باب yes or no. نعم ام لا. ناخد الامثلة. 19 موضوع على نفسك. يعني انت عارف ان hoy بتاخد am. he she it is. we you they are. فعايز اعمل سؤال بهالف. حبدأ بالاول بالفعل المساعد اللي هو فيربطو بي اللي عندي. بعد كده الفعل. بعد كده الفعل. مش في المصدر. الفعل لازم يكون في ing. سواء في نافي. او تكوين سؤال. اوكي? بتخلي بالك من الحتة من الجزئية دي كويس جدا. لان طلبة كتير بتغلط فيها. ان هما مسلا يقولوا في تكوين السؤال مش لازم اضيف ing. في النافي مش لازم اضيف ing. او في المصدر. لا. مدرع مستمر اللي لازم يجي في ing. is she. اصل الجملة she is helping sick people at present. هي بتساعد المرضى في الوقت الحالي. طب انا عايز اعمل سؤال. هعمل ايه? مهي مفروض she is. هتبقى is she helping واكمل الجملة دي. عايز اجاوب بي بي اس she is. طيب لو نو. no she isn't. بضيف ing. t. مثال تاني. are they? are they? طبعا لزي. زي بتاخد are. مش مش اام ولا is. يبقى are they growing potatoes now? هل هما بيزرعوا البطاطس الان? لو ياس يبقى yes. they are. اخلي بالي من ترتيب السؤال. are زي. طيب طيب في الاجابة yes they are. ببدل بقى في الاجابة. طب لو no. no they aren't. وبضيف ing. t. طيب لو عايز اعمل سؤال بقى دات استفان. يعني يا دات استفان. يعني مسلا اين انت تعمل الان? اوكي? انا بقرأ كتاب الان. طب انا بسألك اين تقرأ الكتاب? الان يعني. فبسأل عن المكان. ازاي يعمل تكوين السؤال بقى دات استفان? اول حاجة احبدا بادات الاستفان. لو احنا بنعمل سؤال بهل فاحنا بنعمل ايه? بعمل ايه? السؤال بهل ببدأ بام ويزور بعد كده الفعل بعد كده الفعل في اوين جي. حاجة بادات الاستفان قبل السؤال بهل. يعني سهلة جدا. مسلا ايام working in كايرو. انا بعمل في الكايرا الاين? ايام وبعد كده فعل في اوين جي. طب انا عايز اعمل سؤال. اعمل السؤال ده ازاي? اسأل بأينا. اينا هيبقى where. عندي am الفعل ومساب. طبعا هي اي حتتحول لما بسأل بقول انت. اينا انت تعمل. يبقى اي هتتحول لكلمة ايه? you. و you بتاخد are. يبقى where are you. مقولش you are. where are you. بابدل. where are you working now. باسيب الفعل في ing. she is studying math. هي بتدرس رياضي او. عايز اعمل لسؤال بماذا? ماذا هي تدرس في الوقت الحالي? يبقى what? الفعل المساعد عندي is. وبعد كده اتبقى انزل بفعل she. يبقى what is she studying? زي ما هي. ماذا هي تدرس? at the moment. في الوقت الحالي واحزف كلمة math. لاني دي الاجابة. هنا هناخد نعرف ايه هي استخدامات المدرق المستمر. زي ما قلت لكم وبيعبر عن حدث بيحدث في الوقت الحالي. و ممكن كمان استخدموا الوصف حاجات هتحصل في المستهبل. يعني حاجات متخطط لها. زي انا عم سافرة. مثلا الاسبوع الجاي. بس مجهزة كل حاجة. فاول حاجة حدث يحدث يقع اثناء التحدث. they are designing a new library now. هما بيصمموا مكتبة جديدة الآن. he is reading a book at present. هو بيقرأ كتاب في الوقت الحالي لسه بيقرأ. او ممكن استخدم وصف احداث مخطط لها في المستقبل. زي مثلا او we are going to aswan tomorrow. احنا مسافرين اسوان بكرة. او they are having a party tonight. احنا عندنا حفلة النهاردة. هما عندهم حفلة النهاردة يبقى ده حاجات مترتب لها. بعد كده ازاي اضيف ال-ing ساعد بيكون في افعال الاخراء اي. زي كده write and practice and see. بحزف ال-e اللي في كلمة write وبضيف ing. practice بحزف ال-e اللي فيها وبضيف ing. اما ازا كان c فاصل الكلمة يعني بنطو. هنا مش هحزف ال-e. هتبقى seeing. هنا بقول write practice. اخر صوت هو ال-s. لما هنا see. ما مفعش احزف ال-e. لا بسيبها لانها من اصل الكلمة يعني منطوقة في الكلمة. فبسيبها. اوكي بعد كده بيقول ازا انتقى الفعل بحرف ساكن. مصبوك بحرف متحرك زي i. بضعف الحرف الاي. الساكن اللي هو الاخير. تبقى swimming. حتى انا بنطقها مرتين. swimming. الام هنا اطنطقت مرتين. sit. تبقى sitting. اتضعفت لان قبلها حرف ايه. متحرك وهي حرف ساكن. يقول مثلا هو الفعل زي feed. بنتي بحرف ساكن. بس قبله حرفين متحركين. هنا ما بضعفش d. يعني لو حرف واحد بس متحرك بضعف. انما لما يكون حرفين متحركين بضيف الاي انجي. مسلا عندي wait الاي والاي حرف متحرك لا. ما بحزفش بسوري ما بضعفش t. يعني بكتب waiting waiting. زي feeling waiting. نطقت مرة واحدة. اما بيقول ازا كان الفعل منتهي باي ايه تحول لواية. مسلا زي كلمة lie يكذب. هتبقى ايه? lying. بحزف الاي اي وبضيف مكانها y. بعدين بضيف الاي انجي. داية مت. بحزف الاي اي وبضيف واي وبعدين هحط ايه? ing. طيب ايه بقى الكلمات اللي بتدل عالمدارع المستمر لو شفتها يبقى تحط ام وازوار والفعل في ing. عندي كلمة now. now يعني الان. عندي look. انظر. listen. استنع. معنا كده اني لحد بيتكلم دلوقتي. take care. خلي بالك. take care. still يعني ما زالة. tonight النهاردة. at the moment. في تلك اللحظة. at present في الوقت الحالي. look out. watch out. يعني احترس. listen. استنع. she is singing. دا هي بتغني. امتى الان. يبقى listen من علامات المدارع الان مستمر. he is working now. هو بيعمل امتى الان. بعد كده عندي حاجة سماء زمن المدارع البسيط. يعني تنمي شرحه في الواحدة الاولى. يبقى عبر عن عادات وتكرار وحقائق. بينضيف للفعل s لو الفعل مفرد. وبشيل منها ال s لو الفعل gm. يعني ما ساقول we play. we play. إنما she plays. الكلمات تدل علي. always. sometimes. never. usually. often. مثل علي مثلا. we usually stay at home when it's cold. she sometimes listens. عشان شي مفرد. do you like milk. طيب لما يبقى يقول no i don't. أو yes i do. طيب لما اسأل ب. كوني فعل مفرد بس أل بضز. يبقى دو مع الجمع وضز مع ليه المفرد. does she go to school early. yes she doesn't or no she doesn't. بعد كده عندي في المربع ده. بيفرق لما بين المدرع البسيط. والمدرع المستمر. لتلكم المدرع البسيط ممكن حاجة تحدث. بتحدث كل يوم. كل سنتين. كل اسبوعين. دايما. إنما المستمر. هو بيحدث فقط الآيام في هذه اللحظة. يعني مثلا. اقول ايه. اللي بتعبر عن الهابتس اللي هو المدرع البسيط اللي بيحدث كل يوم. عادات. وعن الروتين واحدث متكررة. معلومات مثلا صحيحة. أو حقائق كالمية. أنا بشرب اللبن على الفطار. عادي. الروتين با. بيروح المدرسة كل يوم. عمتي تعيش في القاهرة. معلومات صحيحة مثلا عنها. فاكتس. The sun rises in the east. يعني الشمس بتشرك في منين الشر. المدرع المستمر با. الأشياء التي تحدث الآن. مثل ايه. I'm sitting in my English class. أنا بجلس في الحصة الإنجليزي. الآن. مثلا احداث غير منتعة ومستمرة حتى الآن. My sister is learning to swim. أختي بتتعلم ان هي تسبح. أو مثلا احداث او موقف مؤقتة. They are painting the school this week. هما بيدهنوا مدرسة هذا الأسبوع. أهم حاجة في المدرع البسيط. المدرع المستمر. زي مقلتلكو. تعرف ان الحدث ده بيحدث الآن. وازاي تعمل جملة مدرع مستمر. يعني I am. He is. She is. We are. They are. والفعل في I and G. هناخد مع بعض بعض الأسئلة على الدرس النهاردة. My mother is the kitchen at the moment. في الوقت الحالي يبقى. Is cleaning. ولازم يكون في is. والفعل في عين. ما ينفعش دي بس. Mr. Usama and I lovely flat. Mr. Usama بيعيش في شقة جميلة. حقيقة يبقى. lives. واسامة مفرد يبقى. هضيف اس في الفعل. what's your father now. على فكرة هي تنفع lives. وممكن is living. بس احنا عنختار lives يعني لأنه عايش فيها. what's what is your father. ايه. ماذا يعمل أباك الآن. يبقى is. يجوار الفعل في ايه. يعمل. هو بيعمل ايه. نادا. going outside today. because it is raining. نادا طبعا مش هتعرف تخرج النهاردة. لأن الدو بيمتر. لأنه بتمتر يبقى. نادا ايه. going. ايه. نادا في is. يبقى isn't. بعد كده التمرين. my mother at the moment. هتبقى ايه. ماذا مفرد. في الوقت الحالي بتتسوق. يبقى is shopping. فادي wearing a jacket today. because it's very hot. فادي مش لابس جاكت النهاردة لأنك جو حر. يبقى. wearing. فادي مفرد. يبقى isn't. why حاجة. I'm feeling tired. لمدرع مستمر. ليه. امل حسة بالاراق. امل مفرد. يبقى اختار ايه. is. what حاجة you think are doing at the moment. ماذا تعتقد. هنا المدرع المستمر. they are doing. طب ماذا تعتقد. تبقى what a. what do you think. how often do you. how often do you. كم مرة انت. dinner. بتعمل الفضار. yes. هتبقى ايه. I always go to school and food. دايما بروح المدرسة مش. but now I ate the bus. لكن الان في الوقت الحالي. I am taking the bus. what game at the moment. what game يعني ما اللعبة اللي انت بتلعبها في الوقت الحالي. انت. تبقى ايه. we you بتاخد. are. هتبقى are you are. or are you. هتبقى are you playing. هتبقى دي اللي جابة. we usually. حاجة. up early every day. عبدتن بنستيقز مبكرا في الصباح كل يوم. يبقى we usually ايه. usually من علامات المدرع البسيط. فهو اختار كلمة get. من غير اي اضافات. بعد كده look. زي ايه فاست. انظر من علامات المدرع المستمر. هما بيجروا بسرعة. يبقى they are running فاست. listen. سمع حاجة زبيانو. استمع. ده سمع بتعزف على البيانو. يبقى مستمر. يبقى سمع بتاخد is. يبقى ing is playing. play is a piano. يعني يعزف على البيانو. واش معناها يلعب؟ معناها يعزف. تامر حاجة learn a new skill at the moment. at the moment. في الوقت الحالي يبقى مستمر. وتامر مفرد يبقى ياخد is. وادفق الكلمة learn. ing تبقى learning. is learning. who are drive around the city. is learning. من اللي بي. يعني بتوصل مين في المدينة. يبقى who are. are. هتبقى ايه. who are. هاهزف ال a واضف ing. who are driving. on saturday في يوم السابت. i usually. time with my cousin. بعض الوقت مع ولاد عمام. عادة. usually مدرع بسيط. يبقى اكتب كلمة spending. ازاي. هتبقى i. يبقى اكتب الفعل من غير s. i spent. i can't come to the park. because i'm cleaning. انا مش عرف اقتي للحديقة. لان انا بنظف. ينفع قول بنظف مبارح. ولا بنظف ال اجزق في النهاردة. في الوقت الحالي. يبقى اد زاي. at the moment. m o m e n t. moment. بعد كده. it's here to the now. i advise you to take an umbrella. وتمتر الان انصحك ان انت تاخذ شمسية. يبقى it's here. تمتر يعني rain. هادف لا. ing. it's raining. لان ده مستمر. i can't help you now. i am in my work. مش هعرف ساعدك الان. لان انا بعمل واجبي. يبقى i am a. هتنضيف ايه كلمة do. هو كاتب am فانا هكتب ing. i am doing. dalia not study on fridays. دي حقلكم. داليا مش بتذكر ايه مجمعة. داليا مفرد. يبقى حنفي بكلمة a dozen. لان ده مضارع بسيط. يبقى dozen study on fridays. the farmers grow plants now. شفت ناوي. يبقى ده مضارع مستمر. يبقى farmers جمع يبقى تاخد r. وكلمة grow. واضف ال ing. يبقى r. growing. listen. استمع. the paradise of the tour. sing in the trees. بتغني في الأشجار. تلك ان sing من علامة المضارع المستمر. فبالتالي هي جمعة تاخد or. وهضيف ing لكلمة sing. تبقى singing. singing in the trees. what حاجة do you now? you do now. انت بتعمل ايه الآن؟ المضارع مستمر شفت now. at the moment. at the present. ده على طول مضارع. مستمر. يبقى now. مضارع مستمر you. بتاخد or. يبقى what are. بعد كده الفاعل you. بعد كده هكتب يفعل يعني. what are you doing now? اتمنى تكونوا استفدتوا معي. والنهاردة في درسي النهاردة. ياريت ما تنساش الاعجاب بالفيديو. والاشتراك في القناة. ولو عندك ايه تعليقات او اسئلة. ياريت تكتبها في الكومنز تحت. good bye.